بيشرفنا دلوقتي زمنا العزيز الناخد الياه دي محمد ديكي يكلمنا بقى عن تناول الصحافة المبارسة اليوم من شرفنا محمد السلام خير يا كابتن وتحياتي لحضرتك وتحياتي لإستاذ المشاهدين وإن شاء الله تبقى النهاردة نهاية سعيدة لفاصل دور المجموعات في دورة أبطال أفريقيا إن شاء الله بقى لنا كذا سنة يعني الأمور ما تضحيتش غير في الأسبوع الأخير بالضبط المرة دي الحمد لله قبلها بأسبوع يمكن النتيجة اللي كانت الناس كلها ما كانتش متوقعها زي ما حدتكلمت في الانترو ماتش الشباب بالوزداد ويانج أفريقانز هناك يمكن الهدف الرابع حتى هم تكلموا عن الهدف الرابع ده ريح المجموعة كلها فاكد اشتباك خالص ومن الحاجات المويزة أن الست الكبار اللي تأهلوا خمس فرقة تأهلت للدورة الثمانية المجموعة الوحيدة المجموعة الوحيدة اللي تحسمت كلها الدورة الأول والتاني الفرقتين أو الفرقتين بالمعنى صح الأهلي ويانج أفريقانز بقى المجموعة تأهل مثلا فيها الأول أو الثاني لسه بالأمور ما وضحتش النهاردة بكرة كمان في بقية الماتشات النهاردة هتلعب المجموعة الرابعة الماتشين اللي في نفس التوقيت ميدياما وشاب الوزداد والأهلي ويانج أفريقانز بكرة بقية المجموعة إن شاء الله يبقى ختام مسك زي بيقوله الصحافة زي ما حدتكلمت مباراة صعبة جدا على الطرفين وخاصة إن طموحات الفرقتين الابتعاد بالصدارة يانج برضو بتكلم حتى تصريحات ميجل جاموند المدير الفن الأرجنتيلي كان بيتكلم على هذه القصة نروح نشوف طيب الصحافة نبدأ على طول قبل الماتشا كابتن كانت تتكلم الاتحاد الأفريقية تكلم إن النادي الأهلي بيواصل حمل الدفاع على اللقب وركز على رقم القياسي لنادي الأهلي اللي حققه بالتأهل لدور الربع النهائي للمرة التامنة على التوالي دي حاجة من الحاجات الاتحاد الأفريقي يتكلم عليها قبل مباراة الجولة الستاشر نبدأ من صحيفة زيستين التنزانية بتتكلم أن يانج عنده مهمة انتحارية أو انتقامية بمعنى صح مهمة انتقامية وقالت الصحيفة اللي النهاردة مباراة مسيرة لنظرة لنتائج الفرقين في آخر جولتين حتى بما يتكلموا اللي المباراة النهاردة كلاسيكية الفرقتين قديموا مباراة قوية خارج ملعبه في آخر جولتين بتعادل نادي الأهلي مع شاب الوزداد باعتباره نتيجة إيجابية أنه كنت تلعب في الجزائر مع فريق عريق فرقة يانج كسب ميديامة ثلاثة وصم شاب الوزداد أربعة فقالوا كمان ركزوا على القوة الهجومية للفرقتين في آخر خمس مطشوط في دور المجموعات من صحيفة ديلي الميوز يانجا والأهلي يرسمان خطوط المعركة هم يتكلموا أن الأهلي دلوقتي ويانج أفريكانز مباراة النهاردة هتحدد فيهم الأول والتاني الأهلي يكفيه التعادل يانجا أفريكانز يبحث عن الفوز هم حتى في تصريحات المدير الفن نحن بلع مباراة صعبة ودام فريق قوي جدا النادي الأهلي حامل لقب متسلح كمان بجماهيره عنده سكواد عالي جدا من الحاجات بس على فكرة يانج اللي عمله إنجاز لحد دلوقتي إنجاز وما كانش مرشح مع النادي الغالي بصراحة كانش خالص يعني هاتلاس كلها تتكلم مثلا شباب الوزداد بالضبط والنادي الأهلي وشباب الوزداد كمان فكرة ميدياما كان قموحه جديد وفرقة جديدة وعملت مطش كويس قدام النادي أهلي رهب الخصارة في البداية 3-0 بعد كده كسبوا شباب الوزداد قديموا مباراة قويسة إلا إن هي المباراة الوحيدة اللي فصلت معهم المطش الأخير مظبوط من ديليليوز لروح لدار 24 التنزانية جاموندي بيقول إنها معركة لصدارة المجموعة الرابعة وركزوا إن الراجل بيتكلم أنا النهاردة هلعب تحت يعني طالب من لعبته متلعبوش تحت ضغط أيه إحنا خلاص حقنا الهدف صح حقنا الهدف عندنا مرحلة تانية بقى هلعب عليها جات جات مجاتش يعني بنفس التفصيل مظبوط جات كسبنا هلتقاهل ما كسبناش اللعب قدام النادي الأهلي وده أقصى طموحنا إننا الحقنا نتيجة إيجابية قدام النادي الأهلي كمان في الصحيفة نفسها باكا بريم باكا كابتن ده لعب الفريق بيتكلم إنهما روحوا معنوية قوية جدا ويتطلعوا لتقديم مباراة قوية قدام بطل أفريقيا ويقالوا إننا عاوزين ننهي دور المجموعات بشكل إيجابي يعني بشكل كويس وعندنا فرصة بيبحثوا على الفوز ليه كابتن إنهما بيتكلموا على إن الفوز هيصعدهم أول المجموعة هيلعب دور التمالي وباقي المطشط على ملعبه فهدي تعمله إضافة أو ميزة في الدور المتقدمة ويلعب مع تواني المجموعات الثانية بالضبط دي حاجة إننادي الأهلي طبعا بصفته بطل فمش فرق معها هي قابل مين الحاجة التالية كمان من المفاجآت السناد إن الوصيف هيبقوا كلهم أبطال إيوه إنت بتكلم في التراجي بتكلم في نجم الساحلي مازينبي أو سانداونز يعني بتبقى الأمور بالضبط فانت على ده كل الدور ما تعرفش بس البطل دايما ما بنتظرش مين للنهاية نفسه الموقع السوكر دلوما دوت الجنوب أفريقي بيتكلم على تصريحات نائب رئيس يونج أفريكانز بيسألوه في حوار هنا لزميل إيالا كورا مين أخطر لاعب في الفريق قالوهم ديرسيكاو من الصحافة التنزانية للصحافة المصرية أولا الأهرام بتركز على الأحمر يعالي من الإرهاق والإجهاد والإصابات تكلموا على فكرة اللي الأهلي بيلعب ممراه بعد 48 ساعة ممراه قوية بعد انتصار كبير على فرية بلدية المحلة 5-1 كمان قبل ما يطش بلدية المحلة كان عندنا سفر لتنزانيا بالحوار بتاع الطيارة ثم فكرة إلا كنت تنتقل لقارة كماسي لبلدية كماسي ثم الفوز على فرية مدياما كمان عندك الإصابات اللي موجودة والغيابات اللي موجودة في الفريق يجبيننا تكلم على فكرة اللي مارسل كولر قد يستخرى على الإجراء بعد التعدلات وزي ما عدتكلمت دي وجهة نظر فنية الوحيد اللي يقدر يتحكم فيها هو مارسل كولر شايف اللي النتيجة دي أو اللي عناصر دي بتأدي الخطة أو الفكر التكتيكي اللي بالنسباله هيجيبه المردود الإيجابي من المطش أعتقد أنه مش هيضحي بلعبة مصابة أو مش هيضحي مثلا عنده سلسلة من المباراة المضغوطة في الفترة القادمة الأخبار بتتكلم على فكرة الحضور الجماهيري 30 ألف النهاردة كمان اتكلمت على فكرة تألق وسام أبو علي في مباراة بلدية المحلة عودة مودست كمان للتهديف من الأخبار إلى الجمهورية تكلم على الحفاظ على الصدارة وكالت أن مارسل كولر حرص على تجهيز جميع اللاعبين الموجودين عنده في القيمة تحسبا لأي طارق خاصة المطشات اللي جاية عندنا ضغط مطشات سواء في نهاية كاس مصر ثم الدوري المصري ثم عودة إلى دور التمانية في دوري أبطال أفريقيا من الجمهورية للمصري اليوم بتتكلم على تصريحات مارسل كولر الخاصة بالجمهور ومطالبته بالتواجد الجمهوري اللي عادة تكلمت فيها وزميلة فاروق تكلم فيها فهنعدي قصة المصر اليوم آخر جورنان دا ما فيش شكلة اللي انت عايزة اللي انت عايزة يا كابتن عندينا بس آخر حاجة الوطن بتتكلم على الأزمة في الدفاع النهاردة للأسف الغيابات موجودة في البتاعة بس القيمة كلها أي حد موجود وزي ما عادتكلمت وقلت اللي 11 لعب الموجودين وال11 لعب البديل مفيش حاجة اسمها بديل في النادي الأهلي صحيح كل العناصر الموجودة ونتمنى توفيره إن شاء الله لأي 11 راجل في الملعب يفرحوا 30 ألف اللي موجودين في البتاعة والملايين اللي موجودة قدام الشاشات إن شاء الله بإذن الله رب إن شاء الله رب شكرا للمشاهدة